أكد وزير الخارجية سامح شوكري ضرورة تكثيف العمل الأفريقي المشترك بما يدفع جهود تحقيق السلم والأمن ورخاء في القارة الأفريقية خلال لقائه نظيره الجزائري رمطان العمامرة في أعقاب مشاركتهما في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أكد أنهما بحث مصاري العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع البلدين الشقيقين فضلا عن تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين أضاف شوكري أن اللقاء ركز على تناول سبل تعزيز العمل الجماعي الأفريقي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي